كابتر ربيع مباراة كانت بعد غياب طويل جدا واصلت عدد كبير من الإصابات اللي هي مباراة شباب بلو ازداد لم تكن جيدة الحقيقة كتير من الناس اتكلمت حتى اللعيبة نفسها شايفة ان هم كانوا محتاجين بوافضل في هذه المباراة وبالتالي الكل ينتظر المباراة القادمة قلنا المباراة اللي فاتت فيها وفيها وفيها ولكن ماذا بعد المباراة القادمة آه بعد 45 يوم من عدم لعب المباراة بشكل رسمي عدد كبير من الإصابات ازداد كمان زيادة بعدد موجود مروار نعطية وكمان عدد موجود كهرباء خلال المباراة القادمة وبالتالي انت رايح في سكة ان انت عندك عدد كبير من الغيابات ولكن الاهلي دائما بمن حضر حضراتكم اللي علمتونا هذه الكلام لا لا دي حقيقة بمن حضر فعلا وفي نفس الوقت عارف بياخد في الوقت المناسب انا وقت المناسب ده عاوز خدت اول المجموعة شكرا بصرف النظر 50 يوم هعمل ليه عشر لايب مصابين هعمل ليه خلينا وقعين مع دوري مكان موجود وفرق لعبة اكثر مباراة رسمية هي الاحسن هي الافضل كان عندها اولويات اه لغة الارقام كانت هي الافضل لكن الاهلي خد اللي هو عاوزه وخرج بتعادل من غير اي مشاكل حمد الله واول مجموعة هو ده اللي كان منتظر هتاخد سير مباراة صعب في 50 يوم في بعد في إصابات في حاجات كده لفن الاهلي كبير وبيعرف في الوقت المناسبة بكبت السلام إلا وعاوزك عاوز اول المجموعة خد اول المجموعة اكيد المباراة بتعامل دياما ان شاء الله هيبقى افضل واحسن ده كم فيش كلام ليه عشان العودة وعشان الانسقرار وعشان الانسجام وعشان الروح وعشان الجانب الفني بتاع الراجل المدرب وعشان اللامة متاحته حاجات كتيرة جدا هتبقى افضل فانا ان شاء الله متأكد ان اللعيبة هتعمل المتش الجاي بأمر الله تعالى بتعمل دياما على احسن ما يكون وافضل بإذن الله الظروف تختلف تماما عن اول مباراة بتعبيره ازداد بعد عودة كبيرة جدا لكن بتبقى تترجع في الصورة بلك وفص وعملت خدت 90 ديئة فالتسعين ديئة جايه هتبقى افضل واحسن فنيا نسبية الارقام هتتعدل الارقام بالنسبة لتيم النادر الاهلي اسلام هتتعدل بلك استحواز التمرير الشغل الهوم الدفاع الحاجات اللي هي الفنية بتاع المدير الفني ما تلاقي روح روح تلاقي اعلى هتلاقي التركيز عالي هتلاقي التزام هتلاقي اصرار هتلاقي ارادة هتلاقي حب هتلاقي كل ده هتلاقي لكن الفنيات الناس ما تبتكرش نافق واحدة واحدة اعتقد ان الماتش الجايه يبقى افضل نسبيا من الاول بكتير وبعد كده كل مدى لحد ان شاء الله ما اللعيب يوصل فورما لان اللعيب بيحتاج مموع من المباراة يوصل بالفورمتو خلينا واقعي وانت لعيب كل وانا لعيب كل ان المباراة واحدة ما ينفعش حتى المباراة تانية مش هتكون على اكمل مش ممكن ابدا بعد كده ان شاء الله اهل بإذن الله يعمل باراة كويسة ويكسب بمشاهد الله تعالى ونحافظ على خشولنا واحنا جادرين وقدرين ان احنا ناخد ونوصل اللي احنا عاوزينه بفضل الله في المباراة قديمة ان شاء الله شايف المباراة دي ازاي كابتل من الحال فني شايف هو طبعا مهم جدا بتلعب خارج ارضك طبعا الراجل طبعا المدرب اخي يعني هو درس افريقها كويس جدا ودي ميزة عندنا بفضل الله تعالى ان افريقها بتختلف وتختلف من بلد لبلد ومن فريق لفريق ومن امكانيات لامكانيات وده مهم جدا يا كابتل اسلام فالفريق الغاني طبعا فريق لكن مش بحاجم الفرعة الكبيرة اللي في المقدمة مو مع ذلك كرة ملاش كبير كرة في الملعب اي واقع طبعا كرة ملاش كبير خالص وفريق وفريق مش وحشة فريق كويس وممكن ينطفد على ارضه فسطه جمهوره ويبقى التوفيح حليفه لو نكتهد احنا لازم نكتهد ونشتغل فاللي شايفه فالتحضير الجايل بالنسبة للتشكيل يبتدي من الافضل عندي من الاجهز عندي من الاجدر عندي من اللي يقدر ياخد تسعين ديئة في الاجواء دي الاجواء دي لها لعيبة يا سلام وانت برضو لعيبت فرقيا ولعيبت عارف الاجواء دي لها لعيبة معينة فالقصوده احنا الحمد لله بالنسبة للعيبة اجواءها اللعبة تعودة احنا افرقيا دي بتاعتنا في فضل الله تعالى زي الدوري عارفين فاهمين عارفين الظروف فأجاهز على الظروف وجاهز على الملعب وجاهز على الجمهور وجاهز على القدرات القدرات اللي أنا بقابلها كل دا أنا هاواجهه في يوم الجمعة فطبيعي جداً كولر أنه منظم أموره والحاجات دي كلها في الدماغ وفي نفس الوقت بمر على اللعيب عشان أقدر أواجه أنا عندي شقين مهم جداً شق تحضير فرقتي اللي أقدر أستغر بيها وأكسب بيها والفريق المنافس طريقته وشغله وسياسته وسخراته وعنده مسلبياته حاجات كثيرة جداً فالراجل مسؤول عن الفرقتين موجودين مع التغيير من اللي يقعد معي بره وذات الطريقة الطريقة طبعاً واضح أنه بلعب أربعة ثلاثة ثلاثة ونجعت وبيحبها وبيميل لها كتير جداً أكتر من أربعة اثنين ثلاثة واحد فخلاص إحنا معنا إن شاء الله يتعالى وفي نفس الوقت إن شاء الله أنا حاس أن المرة دي أتبقى أفضل وأحسن من برزات بكتير إن شاء الله يتعالى